اشتركوا في القناة ابرز المغامرة المميتة التي اخترناها لكم مشاهدة ممتعة رقم عشر المطب الصناعي البشري لعب كمال الاجسام تابي اون لقب نفسه بالمطب الصناعي البشري ظهر اون في ستانلير في البرنامج التلفازي سوبر هيومن وأصبح صاحب الرقم القياسي في مجلة غينيس حيث مشى تكبر عدد من العربات فوق معايدته في الرقم القياسي سمح اون لتسع عربات تزين بين 3000 و 4000 كيلوغرام بالمرور فوقه في ميلان بايطاليا في 26 أبريل سنة 2009 ويعتقد الأطباء أن هذه القوة التي يتميز بها راجعة للحجم الكبير لعضلة البطن التي تقوم بدور الوسادة بينما باقي الجسم لا يمتلك كل القوة حيث أنه كسر أضلعه وظهره في آخر شاحنة مرت فوقها عاناء من جروح تسببت بها شاحنة أخرى إثرى أخطاء قام بها العاملون معها وهو الآن يستخدم التعلية خاصة تقود سائق الشاحنة للمرور فوق بطنه فقط سمع الكثير منكم عن إيفل كنيفل ولكن لم تسمعوا عن حلمه بالقفز بدرجته فوق جراند كنيون لسوء الحظ لم يحقق هدفها ولكن ابنه رابي كنيفل قرر تحقيق حلم والدها قام رابي بالمغامرة في 20 مايو سنة 1999 حلق فوق 228 قدما أو 69 مترا فوق فحوة واد ضيق في مقاطعته والابايا قبيلة أمريكية من الهند الحمر محطما بذلك الرقمه القياسي السابق كأطول قفزة من علو 68 مترا خطر رابي بحياته بقفزه من علو 762 مترا استخدم رابي درجة سي سي خمسمائة تصل سرعتها إلى 129 كم في الساعة خلال الإقلاع ورغم تنفيذ رابي القفزة إلى أنه فقد السيطرة على الدرجة خلال هبوطه فكسرت ساقه رقم ثمانية عبر قناة إنجليزية باسم مستعار وهو الرجل الطائر كان السويسري ييفيس روسي طائرا عسكريا ومدربا مهوزا بالطيران اخترع سلسلة من حقائب القفز للتجارب الفردية التي جربت وقدم بعضها في مناسبة نقيمة عن مستوى عالي حول العالم في سنة 2008 طار روسي من فوق جبال الألب حيث بلغت سرعته 302 كم في الساعة وفي سنة 2009 حاول عبور مضيق جبل طارق آملا بأن يكون أول من يعبر بين قارتين فقط بحقيبة قفز ولكن الرياح القوية والغيوم الكثيفة أجبرته على الهبوط في البحر بمسافة ثلاثة أميال أو 5 كم من شواطئ إسبانيا في 26 سبتمبر سنة 2008 قفز روسي من هيليكوبتر على ارتفاع 2.5 ألف متر من فوق من قطي كالاي بفرنسا ومن ثم بدأ بتجاوز القناة الإنجليزية بسرعة تفوق 200 كم في الساعة استغرقت المسافة التي حلق فوقها بلغت 35 كم إلى إنجلترا حوال 12 دقيقة وكان من المحتمل أن تكون كارثية ذلك أن القناة هي أحد أكثر الأماكن ازدحاما بالسفن خاصة أن أجنحة روسي لم تصمم للهبوط في الماء رقم سبعة القفز من الفضاء سعد فيليكس لارتفاع 39.045 مترا على بالول مليء بالهيليوم في 14 أكتوبر سنة 2012 في مهمة استغرقت خمس سنوات من التحضير والتدريب لها بغرض تعزيز فهمنا العلمية لكيفية تأخلم الجسم بالقرب من الفضاء خلال قفزه من الغلاف الجوية بلغت سرعة فيليكس تقريبا 1342 كم في الساعة ما جعله من أول رجل يخترق سرعة الصوت في سقوط حر كما حطم رقمين قياسيين في ذلك اليوم الأول كعلى مكان للقفز الحر والثاني كعلى ارتفاع حلق فيه رجل ببالون استغرقت رحلة العودة للأرض 9 دقائق وتسعة ثواني أربعة دقائق واثنين وعشرون ثانية منها خصصة للهبوط الحر رقم ستة المشي على حبل بين منطاضين تسبب أيسكار وبولي كاسومي بشد عصبي لمشاهده في مقاطعة يونان بالصين عندما سفر أيسكار بين منطاضين مرتفعين معلقا على ارتفاع 33 مترا فوق غابة جانوستون في 31 يوليو سنة 2013 كان أيسكار يبلغ من العمر 40 سنة في ذلك الوقت حين عبر عمودا من الحديد الصلب بعرض 5 سنتمترات وبطول 18 مترا وضع العمود في المنتصف ليحافظ على توزنه وحطم رقما قياسيا جديدا خلال 38.35 ثانية كأسرع عبور بين منطاضين ولكن لم يكن أيسكار أول من حقق رقما قياسيا في هذا المشال تشمل الأرقم القياسية التي حطمها أيضا المشي بسرعة على حبل طوله 323 28 قدما في السادس من يونيو سنة 2008 في فترة زمنية لا تتجاوز 38.86 ثانية والعبور الأكثر درجة ميلان على حبل بزاوية 36.24 درجة في الثالث من سبتمبر سنة 2014 رقم خمسة الانزلاق من بناية روتردام جاكيشان هو أغرب من يعمل في مجال المخاطر يقوم بنفسه بالأعمال الخطيرة منذ أن بدأ عمله في مجال الترفيه وخلال مشواره المهني قام جاكيشان بعادة مغامرة خطيرة تسبب بعضها في جروح خطيرة مثل الكسور التي أصابت عظم الناصية أو الحاجب خلال تصوير فيلم دراجون ماستر سنة 1978 وإصابة في الرقب إثر سقوطه من ارتفاع 25 مترا من برج الساعة في فيلم بروجيكت اي سنة 1983 وكسورا في الجمجم تسببت في نزيف داخلي للدماغ بعد سقوطه من شجرة أثناء تصوير فيلم The Armor of God سنة 1986 يمكن القول بأن اختر المغامرة التي خاضها كانت القفزة من بناية ولمسويرف المتكونة من 21 طبقا في روتردام بعد انزلاقه بزاوية 45 درجة لمشهد في فيلم هو عيام أخذ التحضير للمشهد أسبوعين من وقت جاكيشان ليسيطر على عصابه لتصوير هذا المشهد وله الحق في هذا فأي خطأ قد يرسله إلى الموت رقم أربعة تسلق برج غليفة ولد آلين روبرت في السابع من أغسطس بالسنة 1962 وهو فرنسي من بورغاندي متسلق للمباني الحضارية والسخور أطلق عليه إزم الرجل العنكبوت الفرنسي وذلك بسبب تسلقه الفرطي والحر لنطحات السحاب حول العالم دون استخدام أدوات التسلق باستثناء حقيبة صغيرة بها تباشير وحيد أو تسلق بعض نطحات السحاب التي تنتصر عليها برج الفيدرالية بموسكو بناية نيويورك تايمز في مدينة نيويورك مركز شان كونغ في هونغ كونغ والبرج المزدوج بيترونس في كوالا لامبور ترفض السلطة عادة نعطاه الإذن لمثل هذه الأعمال ما تسبب في اعتقاله عدة مرات ولكن في 28 مارس سنة 2011 بعد حصوله على الترخيص تسلق روبرت برج خليفة الذي يبلغ طوله 830 متراً أعلى بناية في العالم رقم ثلاثة المشي على الأجنحة في أكتوبر من سنة 1917 التحق أورمير لاكلير بالخدمة الجوية للجيش الأمريكي بعد تدربه في كامدك وبارونفيلد ليصبح طياراً بهلوانياً بدأ الطيار لاكر بتسلق أجنحة طائرته أثناء الطيران لحل بعض المشاكل التي تطروتنا التحليق وشجعه تمكنه من الفنون القتالية والحركات البهلوانية على القيم ببعض المغامرات لأنها ترفع من معنويات زمنائه خلال مشاهدة الطيارين لحركة لاكر بدأ بعضهم بممارسة هذه الأعمال وكنتيجة لهذا تزايد عدد المغامرين الذين يمشون على الأجنحة وخلال تلك السنوات فقد العديد منهم حياتهم واثناء تأديتهم لتلك المخاطر بما فيهم لاكر سنة 1920 خلال تأديت مخاطرة لفيلم هوليوودي رقم اثنين المشي على الحبل فوق شلالة نياغرا ولد نيكواندا في 24 يناير سنة 1979 وهو سبع جيل للعائلة والدنفليس من الغريب إذن تأديته لمغامرات خطيرة على الحبل العالية عبر جراند كانيون في 23 حزيراً سنة 2013 على حبل طوله 41 متراً بين برجي فندق كوندا دو بلازا في رابع يونيو سنة 2011 في سانخوان يحمل نيكواند تسعة أرقام قياسية في مجلة جينيس في العديد من التحديات البهلوانية بما في ذلك أطول وعلى ركوب لدرجة على حبل معلقة ومن بين المغامرات التي خاضها نيكالمشي مشدوداً على حبل لمدة 25 دقيقة عبر شلالي هورسشوف في الخامس من يونيو سنة 2012 رقم واحد التوازن على الحفة ولد أكسيد روغنسباغن في 24 يونيو سنة 1979 وهو فنان متشدد ميل فالس ستانغا نورويج يسفر حول العالم لتأدية حركة التوازن فوق منحضرات قاتلة مثل الأخاديد والمنحضرات والبنايات من بين إنجازته المشي على الحبل بين منطاضين أثناء التحليق الوقوف على يديه فوق مجموعة من الكراسي على صخرة عالقة بين الشقين على علو 1065 متراً والسير مقلوباً رأساً على عقب على دراجة على علو 3281 قدماً وعلى حبل فوق مضيق بحري سلجي في النورويج يمارس أسكل اليوغا والتأمل وتقنية التنفس حتى يظل متنبهاً ومستعداً كلياً لكل حركة من بين أهدافها الوقوف على يد واحدة في قمة برج خليفة في دبي ولكن ينوه الخبراء على أن سرعة الرياح قد تضر بقدرته على تأدية الحركة بسلام خاصةً وأن البرج يتغرجح قليلاً مع الرياح العالية شكراً على المشاهدة إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باختراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية